تفقدت وزيرة ثقافة إناس عبدالدايم العمال الإنشائية لمشروع قصر ثقافة أبو سنبل بمحافظة أسوان وقالت وزيرة ثقافة إن مشروع قصر ثقافة أبو سنبل يمثل أحد نماذج المحاور الاستراتيجية للدولة والخاصة بالتوسع في إنشاء المواقع والمؤسسات الثقافية التي تسهم في بناء الإنسان وتطوير المجتمع ووجهت بدرورة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المعد تمهيدا لانتمامه لمنظومة العمل الثقافي في الصعيد باعتباره نافذة إبداعية لأهالي المحافظة وضيوفها من الأجانب تعبر عن هوية مصر وحضارتها